السلام عليكم الإخوان نحاياكم الله معكم أخذي لكم علي بيريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم عندي معلومات كنقول احنا بالدارجة المغربية من قاعة الخابعة هذه المعلومات جات من مخيمات تين دوف جاني حد برقم جزائري اعطاني واحد الاسم قال لي يا انها وفلان يجد يعود هذا الاسم كذيب يجد يعود هذا الاسم غلط يجد يعود هذا الاسم اسم مستعر بكي همنيش مهم رقم جزائري وقال لي على انه مسؤول في البوليساريو تكلم عندي عدة مرات صونا 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 ما جوتوش قرابة اربعة سوائع بعد ذلك تبعي السلام عليكم جوتو عليكم انا بغيرت نتكلم معك عندي بعض المعلومات كذا مرحبا جزاك الله خير ما تسجني ما تقول اسمي عندي لك معلومات طالبين منك تنشرها في قناتك في اليوتيوب رأنا نتابعوك رأهم يتابعوك ساكنت مخيمات تيندوف كاملين تكلمنا علي هذه القاضية اعطاني المعلومات قد له سرك ثبير ما نقول اسمك ما يهمني هو هذه المعلومات قبل ما نعطيها لكم لا زمنين حت تكون في صلب الموضوع كان واحد الصراع كان واحد الخلاف كان واحد الانشقاء كبير في البوليساريو خلافات الصراعات تخوين بين قيادين بارزين في البوليساريو ابرزهم براهمات غالي ضد ابو يشير مصطفى السين كذلك داخل معهم ابو بشراي البشير هذا اللي مسؤولهم في او ممثلهم في صويسار سير من بصير كبير من القيادين ومسؤولي البوليساريو زيادة على هذا الوضع في مخيمات يدوه وداخل البوليساريو لا يبشلوا الخير كان عدة صراعات عدة خلافات عدة اعتصامات داخل مقرات البوليساريو يعني اليوم هم خلافات هم اليوم في حرب باردة غات نفاجر في اي لحظة مهم الاخوان هم اليوم كيف يفضحوا وروسهم كل واحد كيف يفضح الشخص اخر اما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة اللي انا جيش بها حاليا هذا الشخص اللي ظهر لكم في الفيديو هذا ينقال له خبوز بشرايا البشير يوم ما سمعته بشرايا البشير ربما تقدو تعودوا عارض نظرك هذا اخ ابي بشرايا البشير ابي بشرايا البشير هو ممثل البوليساريو في سويسر حاليا كان ممثلهم في فرنسا وكان ممثلهم في الاتحاد اوروبي وكان ممثلهم في بعض الدول الافريقية مهم بشغل مناصب كبيرة داخل البوليساريو في البوليساريو كيتقال تقريبا ما يقارب 12 الف اورو رهو واحد الازر شهري كبير يعني تقريبا ما يقارب 12 مليون مغربية هذي فقط كأجراء من البوليساريو هذي فقط كنقولوا احنا بالدرجة المغربية خضرة فقط طهام ارى لننشوف اوروبا ابي بشرايا البشير وحنا قامت مليونين اورو من عد رئيس جنوب افريقيا السابق زوما زوما كانت ابي بشرايا البشير مليونين اورو بزمو على اساس انهم يشيدوا منشآت في مخيمة تندوف اللي هي عبارة عن مسابح ومرافق رياضية ومقرات شباب ومقرات التكوين ديك مليون اورو تتكلمين عليها سابقا اقبض منها ابي بشرايا البشير مليون اورو قال لهم ذيالي ومليون اخر اعطاها القيادين قالوا معدلو ذاك اللي الدورو تعدلو يغير معدلو شي ديك مليون اورو فرقوها بيناتو هذا فقط نوع من الانواع الطرق اللي اغتالى بها ابي بشرايا البشير هذا فقط نوع واحد ارى ان الانواع الاخرى ابي بشرايا البشير يعتبر واحد من ابرز مسؤولين البوليساريو العلمكو في البداية هو ما عندوش علاقة بالصحراء هو لا علاقة له بالصحراء الغربي ما كينحادرش من الساجر الحمراء والذهب هو من اولاد موسى موليتان الزويرة بالضبط لكن انسان متقف واعي انسان قاري انسان قد مسؤولته في البوليساريو حقيقة وعندو علاقات مع جميع مسؤولين البوليساريو في اوروبا وفي الخارج زيادة على هذا هذو جمعيات البوليساريو اللي كيشتسموهم الجمعيات الصحراوي اللي كنشطو في فرنسا وفي اسبانيو وفي باقي دول اوروبا عندهم علاقة به هو اللي كيعطيهم الترخيص ذاك النشاط كفاعلين جمعوين تابعي البوليساريو فهذه الجمعيات كي مشوا يطلبوا الصدقاء باسم الصحراوي كيتوجوه مقرات المؤسسات الفرسية الإسبانية أعطونا ما عندكم من متلاشيات أغراض أموال مواد غذائية راعدنا واحد شعب مضطهد مفقر في مخيمة وفعلا كيتحصتوا على مواد غذائية ولكن أبرز ما كيتحصتوا عليه هو السيارات والشاحنات وحتى الحافلات وسيارات إسعاف ودراجة نائية ومعدات ومواد إلكتروية هذا كامل كيتحصتوا عليه كموت لاشيات قدام هذا كامل إما كيقبضوا بشراي البشير ولا كيشريه من عنده بخص دراهم وبخص أروهات معدودات يعني أنا قنصر عليكم شمتوا كموت حصلتوا علي هذا الشيء يعطيوه لي أنا متكلف به هاك أنت قدر القدر أبي بشراي البشير كيتحصل بهذا الطريقة على أكثر من 30 سيارة شهريا 30 سيارة شهريا بهذا الطريقة وبطرق أخرى وكيشري بعض السيارات ما كيتخطاش في الوحدة ألف أورو سيتمع تقريب ما بين 30 حتى 50 سيارة شهريا كيتجمعوا في بوردو وبعد ذلك يتحولوا مباشرة غين الموريتان إما النواظيبو ولا أنواكشعب أبي بشراي البشير عنده شركة كبيرة الشركة مؤسسة بيع السيارات الموريتانية وشكو مكلف به مكلف بهذا خو هذا اللي ظهر لكم في الصورة خو ينقله خبوز بشراي البشير هو رجل أعمال أبي بشراي البشير القائم بأعمال أخ تاعه أبي بشراي البشير واللي كيصير له جميع الأشغال تاعه في موريتان أبي بشراي البشير عنده عدة استثمارات في موريتان هذا السرقة وهذه الأموال اللي كيتحس عليها أبي بشراي البشير من الجمعيات والموظمات ومن ما يسمى الجمعيات الصحراوية في سبانيا في فرنسا اللي كيطلبوا باسم الصحراويين وكيمدوا هذا كامل وبشراي البشير وكيتكلف بتحويله إلى موريتانيا أغلبيتوا سيارات شحينات سيارات إسعاف ده كامل كيمشي النواقشوت ونواظيبو وكيتكلف بهذا كامل خبوز بشراي البشير اللي عنده مؤسس بيع السيارات الموريتانية وبالتالي السيارة وحدة كيشروها تقريب من ألف أورو كيتباع بالسلاف أورو وحنا كنتكلمو لكم على تقريب من ما بين ثلاثين حتى خمسين سيارة شهريا كيرسلها أبي بشراي البشير أخوه اللي نقال له خبوز بشرايا البشير وهد السيارات اللي كيشريهم أبي بشراي البشير ولا كيستولع لي ولا كيتحصلين بأي طريقة من الطرق ما هو فقط فرنسا فرنسا في السويسرا في بلجيكا في هولندا حتى في ألمانيا وسبانيا هده الدول الغربية كاملين كيجمع منهم أبي بشراي البشير هده السيارات كيشريهم تقريب من ألف أورو ألف وخمسمائة أورو وكيتوجههم مباشرة عند خوه خبوز بشراي البشير في النواكشوت ولا في النواكشوت وعبر المينار طبالحال وكيبيعهم سلاف سبعة ألف حتى ثمين ألف أورو غالبيتهم كات كات غالبتهم نيسان طيوتا هده السيارات الفاخرة اللي كيشريهم الأغنياء كذلك في موريتان هده السيارات باش يتحولوا تقريبا فرنسا إلى موريتان عبر مينا النواكشوت كيستغرق تقريبا 15 يوم شهريا بحمولة كتوصل لعنده عند خبوز بشراي البشير شهريا ما بين ثلاثين حتى خمسين سيارة شهريا ما نوقفوش عند هذا الحد خبوز بشراي البشير ما متكلفش فقط بالسيارة قلنا نحن على أنه راجل أعمال أبي بشراي البشير وهو بالمناسبة وهو الأخ الأكبر لأبي بشراي البشير خبوز بشراي البشير متكلف بقاطيعين إبل أحد المزارع في موريتان كلها قاطيع فيه تقريبا 300 راس من الإبل عنده أكثر من 600 راس من الإبل في موريتان هذا أبي بشراي البشير ومتكلف بهم هذا خبوز بشراي البشير زيارة على هذا خبوز بشراي البشير أخ أبي بشراي البشير متكلف بتقريبا 20 دار على شكل فيلات وعمارات متوسطة في موريتان أغلبيتهم في الزويرات في النواكشوت هذا الضيار كاملين في ملك أبي بشراي البشير وكيسيرهم خبوز بشراي البشير كيكريهم على شكلة فنادق المبيت خبوز بشراي البشير عنده واحد ضراء اسمال كبير وهذا ضراء اسمال طبعا حال يعود أبي بشراي البشير أي أرض أو دار أو فيلا أو بناية في موريتان كيشريها بهذه الأموال بأمر من أبي بشراي البشير أو باستشارة أبي بشراي البشير وكيتم البيع فيها يعني خلاصة القول خبوز بشراي البشير هو بنفسه أبي بشراي البشير خبوز بشراي البشير هو القائم بمشاريع أبي بشراي البشير في موريتان فقط احنا نتكلم عن موريتان لأن أبي بشراي البشير عنده مشاريع أخرى في إسبانيا في أمريكا اللاتينية ربما يقدر يعود عنده حتى مشاريع في المغرب بأسماء أشخاص آخرين أنا متكلمسكم على الجزائر لأنه قياديين ومسؤولين لبوليساريو ما كيستثمروش في الجزائر. الجزائر لا تليق الاستثمار. استثماراتهم كيخافوا على أنهم استثمروها في الجزائر لأن الجزائر دولة غير مستقرة. لا تليق نهائيا بالاستثمار. كيفضلوا موريتان وكيفضلوا المغرب وكيفضلوا بعض الدول في أمريكا اللاتينية. هاد أبو بشراء البشير عنده تشاليف فيلا في فالنسيا شاريها بأكتر من 460 ألف أورو فيلا فخمة في فالنسيا. غني تري عنده أخته كتشكون في مول دراجون في بايس باسكو قال واحد تقريبا مؤخرا لأنه شاريت وتا سيارة ب37 ألف أورو أغنياء ترياء. وهذه الأموال كاملة مصدرها أب بشراء البشير مصدرها أموال المساعد وهذا اغتناء باسم بين قوسين الشعب الصحراوي متواجده في مخيمة تندوف مهم عريس اليوم هو خبوز بشراء البشير أخ أب بشراء البشير حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم شكرا